خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن خمس ظواهر خمس مؤشرات هذه الظواهر المؤشرات إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطعوم والأوجاع التي لم تكن مضض في أسلافه يعني ممكن أن يكون في خطر وفاحشة أما أن يعلن بها تعطى المرأة البغية وثيقة شهادة صحية هذا الشيء واقع الآن في بعض البلاد الإسلامية عاصمتها مركز الدعالة الغربي بسم فضل الله هذا الشيء انتهى يعني قطية كفاحشة قطية خطيرة جدا يا معشر المهاجرين هذا مرض أساسه الفاحشة في العالم ولم ينقص المكيال والميزان هذا الغش أساليب الغش الآن لا تصدق يعني ممكن نضع شريط ذهدي على القماش مع المكوات هذا القماش صنع في مليطانيا أغلى القماش هو صنع في تايوان الآن في وسائل الرش كبيرة جدا بحث طويل يعني ممكن واحد بعرف بعرف واحد بالشام اتمكن يصنع مادة غذائية أساسها الحليب من غير حليب كلها مواد كيموية الغش متسع بشكل لا يتصور إلا أخذ بالسنين ولم ينقص المكيال والميزان هذا الغش إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنى وجور السلطان يعني مثلا بعض المواد الغذائية نحرفها جيدا يوضع مع المادة هذه مادة مسلطة اسبيداج يصبح لونها أبيضة يرتفع سعوها فإنسان يصبح وعنده معمر يضيف المادة هذه المسلطة حتى يرتفع سعره ويربح بالزيادة مبالغ معينة وسائل الغش صعب الصلاة لذلك حينما يتسع الغش تبديد صفات الشيط والنبي قال ليس منا من غش عند علماء الحديث أشد أنواع الرذاء القول النبوي ليس منا لا ينتمي إلينا إطلاقنا ليس منا من مش في من غشف ليس منا ليس منا من خبّب عبدا على سيده موضة في المحن ليس منا ليس منا من خبّب عبدا على سيده ليس منا من خبّب Amrata على زوجنا أخوه يكره أخته بزوجه ليس منا من فرّق افتحوا بكتب الأحاديث أو بالبحث الإلكتروني ليس منها شيء مخيف ليس منها أحد أكبر أدوات الرضع في فلسلام إلا أخذوا بالسنين الجفاف والآن الجفاف أكبر مصيبة وشدة المؤنة وجور السلطان فالجفاف شو ذليله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا نفتناهم فيه معنى أيام الجفاف عقاب وشدة المؤنة ارتفاع الأسعار وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء كنت أقول قديما كلما قل ماء الحياة قل ماء السماء وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضعن كلما اتسعد الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة كلما قل ماء الحياة قل ماء السماء كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضعن كلما اتسعد الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في دينهم ممكن ألوف المليارات الآن تصادر لقوة الكاثف سمعته قانون جستة أو ماليستة شيء مخيف يعني كل واحد تضرر بإدعى الإلوح بده يقاضي هالدولة هاي مبالغ فلكية وفي إدعاة بالمليارات بألوف المليارات راحت كلها الشيء الإسلام دقيق جدا وما لم تحكم أئمتهم بثتاب الله ويتخيل ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم قال لي مسلم يقاتل والعالم يتفرج يعني أنا ما بصدق أنه ممكن الأمر دول العالم الكبرى تتفرج والإنسان يموت بلا سبب موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول في من قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحه هذا الواقع الآن يعني هذه مؤشرات النبي الكريم شيء دقيق جدا لذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ببعض أقواله ثلاثة أنا فيهن رجل ما معنى رجل لا تعني أنه ذكر لأنه ما كل ذكر برجل كلمة رجل في الكتاب والسنة يعني بطل لا اطلع رجال بالدغة العلمين اطلع رجال ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس يقول هذا الصحابي الجليل ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أغضيها بالصلاة مع الله ولا سلت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف بها ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله فلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أغضيها ولا سلت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء والله في أبحاث بلد عادي متى سوريا يعني الدخل القومي لو دفعت زكاته ما بيبقى فقير الزكاة صنمه أن لا يبقى فقير أبدا أصحاب الأموال لو دفعوا زكاة أموالهم فقط هذا المبلغ يكفي بسد حاجة كل الفقراء ولم ينقضوا عن الله وعان رسوله إلا سلّت الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديه كنت بره في سويسرا ابلغوني أنه أكبر إذاعات بنية بالعيام في سويسرا ما السبب ما في اسم بالحسارات في رقم وهذا الرقم خمسة وخمسين بالمئة من إذاعات البنوك بسويسرا لم يسأل عنها إنسان من خمسين عام فوات وضعوا الأموال باسمه مات قتل أكبر دولة بالعالم مع إذاعات سويسرا لذلك خمسة وخمسين بالمئة من مجمل إذاعات الأموال بسويسرا لم يسأل عنها إنسان من خمسين عام رائعين وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم الآن العالم يتفرج علينا جميعا مسلم يقتل مسلم بخمس بلاد معا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم أم في ملاحظة هذا الدين توقيفي يعني من عند الله من عند المطلق ما في خطأ أبدا فإذا أضفت عليه شيئا اتهمته بالنقص وإذا حدثت منه شيئا اتهمته بالزيادة أين التجديد في الدين؟ الدين لا يجدد توقيفي من عند الله أما التجديد في الخطاب الديني أما الخطاب الديني يلبي حاجة الناس جزء من الخطاب يتجه إلى عقل الإنسان شكرا وجزء يتجه إلى قلبه وإلى جسمه أنت داعي بك تربي إخوانك بك تعطيهم غذاء عقلي إيديولوجي فكري فلسفي منطلقات نظرية سر وجوده غاية وجوده ما الموت ماذا بعد الموت المرزخ يوم القيامة الدنيا الآفرة هذه لا بد من نهلي هذا عقلي بدل الإنسان يغذي قلبه بالحب الإنسان عقل يدرك غذاء العلم وقلبه يحب غذاء الحب مرح كان دكتور بالجامعة أستاذ النفس كبير أن أي إنسان لا يجد حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني القشر يجب أن تحب الله أن تحب الحقيقة إذا محبة الله يتفرع عنا مئات البنود محبة الله تعني محبة أنبيائه جميعاً ومحبة رسوله جميعاً ومحبة الصحابة الكرام جميعاً من دون استثناء محبة الصالحين محبة الأعمال الخيرين محبة المساجد محبة أهم الحق محبة الله أصل يتفرع عنا مئة البنود لذلك أخوانا الكرام الدين عقله يدرك وقلبه يحب وجسم يتحرك لما أنت توجه أخوانك يشتغل اليد العليا خير من اليد السفلة وتغزيله عقله بالعلم وقلبه بالحب نجحل بالدعوة أما إذا كان بس عقله لذلك هناك تفوق وهناك تطرف تطرف قد تكثيبه واحدة معلومات معلومات أدلئ وبعدين شي ممل بعدين طيب محبة وأشواق ندون معلومات لا بدنا نغذي عقلنا بالعلم وقلبنا بالحب بدنا نفتح بيت بدنا نأمن الدخل بدنا يتزوج بدنا أنجب أولاد يربيهم فأي دعوة إلى الناس تقصر عن الحاجات السلاس تغذية العقل بالعلم والقلب بالحب والجسم بالطعام والشراب دعوة إلى الناس أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لكم إيمانكم جميعا وأهلكم وأولادكم